تولي المنصبه الجديد ونجاحه في تمثيل بلده العظيم معالي الوزير تشرف صباح اليوم باستقبله فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تم خلال اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين سياسية وقتصادية وثقافية وتم خلال اللقاء التأكيد على وجود الإرادة السياسية القوية لدي البلدين وبتوجيهات من القيادتين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أفاق أرحب والاستفادة الكاملة من مجالات التعاون لتحقيق مصلحة الشعبين الصديقين العلاقة المصرية الثنية هي علاقة ضربة في عمق التاريخ البلدين لهم حضارة عريقة أسهمت في الحضارة الإنسانية وتقام هذه العلاقات على مبادئ راسخة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي منهما والعمل على تحقيق المصالح المشتركة قد معاني الوزير لقاء منفرد ثم لقاء موسع كان حديث معمق تناولنا خلاله تفعيل التعاون على المستوى الثنائي سياسياً واقتصادياً وفي إطار المتعدد في الحقيقة أن التعاون القائم فيما بيننا ووجود موادع توافق في الرؤى إذا كيفية إدارة العلاقة الثنائية وهي علاقة تتميز إنها علاقة استراتيجية شاملة تأتي بثمرها في كل المناحي العلاقة الاقتصادية المتنمية فيما بين البلدين خلال السنوات الماضية كان لها أثرها الأكيد في دعم جهود مصر التنموية وأنا واثق من أن استمرار هذه العلاقات سوف يدعم استمرار ارتقاء مصر بخطتها التنموية بدعم من الصين في الإطار الاقتصادي والشركات الصينية والقدرات الصينية وأيضاً ما أعربت عنه الصين من استعداد الاستمرار لتعاونها مع مصر في إطار الصناعات وفي إطار نقل التكنولوجيا وفي إطار العمل على إدارة منظومة الاقتصادية الدولية وفقاً لقواعد من العدالة ومرعاة لمصالح الدول النامية من دمن المواضع الهمة للعلاقة هو النطاق السياحة ومصر تعتمد على السياحة في إطار ما تمثله للناتج القومي المحلي ومصر ترحب بالزيارة واتساع عدد زوار المواطنين الصينيين أصدقاء أعزاء تربطنا بهم كما تحدثت علاقة تاريخية عميقة على المستوى السياسي طبعاً مصر كانت أول دولة عربية أفريقية تقيم على قدب المسايا مع السين سنة 1956 واستمرت هذه العلاقة على أسس من العلاقات الدولية المستقرة السعية لتحقيق السلام ومن ثم فتطلعنا بزيادة عدد السياحة وترحيب مصر بالسائحين الصينيين توفير كل سبل الراحة لهم والتأمين وأيضاً تحت الفرصة لهم للاستمتاع بما توفره مصر من احتضانها لثلث أثار العالم والحضارة المصرية القديمة فحقيقة إنه ما نتج عن تأكيد هذه الزيارة لرغبة المشتركة لتوثيق العلاقة للارتقاء بها العمل من خلال الأليات القائمة لاستمرار التواصل على مستوى الخيادتين وعلى مستوى وزيراء الخارجية والأجهزة الحكومية المختلفة لتحقيق المصلحة المشتركة وتدعيم السلم والأمن الدوليين نحن نقدر كثيراً الصين حضارة وشعباً وحكومة تقوم بدورها في تحقيق السلم والاستقرار دورها كعدو دائم في مجلس الأمن ونتطلع الاستمرار التنسيق مع الصين في الإطار المتعدد على أسس من الرؤية المشتركة لتحقيق المصالح ليس فقط البلدين ولكن أيضاً مصالح قطع عريض من انتماءات مصر كدولة نامية في إطار مجموعة السبعة وسبعين والصين العلاقة العميقة للصين لدى الدول الأفريقية العلاقات الصينية العربية واللي كان آخر محطة لها وهي القمة الصينية العربية التي انعاخذت في الرياض مرة أخرى برحب بمعالي الوزير وأتمنى له إقامة بريحة وموفقة في القاهرة وأتطلع للفرصة القادمة وقد وجه معالي الوزير لي الدعوة لزيارة الصين وإن شاء الله سوف نحدد توقيت ملائم للجانبين حتى يستمر التواصل على كافة المستويات فيما بيننا وأيضاً تطلع للقاءات القادمة التي سوف تجمع القيادتين في زل العلاقة الشخصية العميقة التي أصبحت تربط فيما بينهما وهمية استمرار صدور توجيهاتهما للمؤسسات الحكومية لتفعيل كافة مجالات التعاون شكراً جزيلاً مع الوزير الخارجية سامحة شكري سيدات وسادة استقام وسائل الإعلام أهلاً وسهلاً أنا سعيد جداً بزيارة مصر بناء على دعوة مع الوزير الخارجية وإن هذه زيارة زيارة أولى بعد تولي وزير خارجية الصيني ومصر محطة من جولتنا في عام 2016 ذرت مصر مرافقاً لرئيس شي جنبين هناك مثل مصري يقول من يشرب مياه نحر نيل سيعود إليه مرة تانية لذلك المصر بلد ذو حضر عريقة وتمور بمرحلة لتحقيق تحديث وتنعم بأمل ونشاط حيوية لذلك أشعر بالدفع الشديد عندما أعود إلى مصر مرة أخرى تربط الصين ومصر صداقة تاريخية وتتميز علاقات شراكة إسراجية شاملة بين بلدين بجاوة عالية وإنجازات مثمرة في سنوات الأخيرة حققت علاقات الصيني ومصرية قفزة كبيرة بفضل قيادة إسراجية من قبل رئيس شي جنبين وفهم رئيس عبد الفتع سيسي خاصة في سنوات الثلاثة الماضية قامت الصين ومصر بمكافحة جائحة بتدعم مما أسهم في تعميق علاقات شراكة إسراجية شاملة في عام 2022 عقد رئيساني شي جنبين وعبد الفتع سيسي لقاءين على هامش أولمبيا بيجين شتوي وقيمة صين العربية وتواصل إلى توافقات واسع نطاق حول علاقات الصيني المصرية جاءت الزيارة هذه فيطار تنفيذ توافق رئيسين وتواصل تنسيق مع جنب مصري حول علاقات صنائية وقضاء دولة إقليمية ذات اهتمام مشترك ودفع بالتحقيق التطور أكبر لعلاقات صنائية قبل قليل أجريت مباحثات مثمرة مع معالوزير الخارجية سامح شكري وتواصلنا إلى توافقات واسع نطاق أتفق تماما على تقييم معالوزير حول علاقات صنائية ونتائج محبسات نرى بإجماع أن الثقة التراتيجية متبادلة بين الصين ومصر مدينة وراسخ ويجب على جانبي مواصلة تبادل دعم ثابت في قضايا متعالقة بمصارها الجوهرية وهم مكبر الجانب الآخر نشكر جانب مصر على دعمه الثمين في مسائل متعالقة بتايوان والشنجان وخيرها من مسائل التي تقوم صالح الجوهرية الصينية وندعم بثبات مسائل مصر لسير على طرق طرق تموي يتماشع مع ظروفها الوطنية وندعم جهود مصرية لحفاظ على سيادة البلاد وآمنها وتحقيق تنمية ونهضة ونرى أن الصين ومصر حققت نتائج مثمرة في حزام الطريق وما زالت هناك إمكانيات كاملة كبيرة نحرس على مواصلة موآمن استراتيجيات تموية مع جانب مصري وتنفيذ مدار التنمية العالمية ونحرس على التعاون مع جانب مصري لدفع مشاريع هامة واستراد مزيد من منتجات مصرية متميزة وتشجيع مزيد من الشركات الصينية على استثمار في مصر وتحقيق منفع متبادل وكسب مشترك على مستوى أعلى نرى بإجمع أن بلدين تصحيبين حضار عريقة يجب عليهم مواصلة توسيع تواصل الإنسان والثقافي وعمل على تدعيم تبادل بين المؤسسات الفكرية والشباب وسائل يعلام لتعميق تقارب الشعبين في آوين الأخيرة قامت حكومة الصينية بتعديل إجراءات لوقاية من جايحة فيروس كورونا ومستجدت وفقا لآخر تطورات الجايح والتبادل أفراد بين الصين ودول الأخرى ستكون أكثر سهولة نشكر الجانب المصري بترحيبه بالسياح السينيين ونثق بأنه في مستقبل قريب أن عدد زوار السينيين وعدد رحلات مباشرة بين بلدين سيستأنف حتى يتجاوز المصطوى ما قبل الجايح ونرى بإجماع أن الجانبين لديهم رأي متطابقة ومواقف متشابهة من شؤون الدولي أكليمية فيجب علينا توفيق التعاون والتنسيق وعمل السوية على إيجاد حد السياسي لقضايا ساخنة في منطقة وبذل الجهود مشتركة للصيانة قواعد أساسية لعلاقات الدولية والدفاع عن مبدأ عدم تدخل في الشهر الداخلية وحفاظ على مصالح مشتركة لدول نامية تربط الصين ومصر تفاهيم مفاهيم ومصالح مشتركة إن جانب السيني على الاستعداد للبدل الجهود مشتركة مع جانب المصري للتحقيق هدف بناء مشتركة لمستقبل المشتركة في عصر جديد وإرتقاب علاقات الشراكة السراتيجية بين بلدين إلى مستوى جديد وأشكر مع الوزير على حسن الاستقبال وكرم ضيافة لي شخصيا ووفد مرافق لي وتطلع إلى استقبال مع الوزير في بيكين وشكرا لكم شكرا جزيلا سنتيح الفرصة لسؤالين لكل وزير أبدأ بالإعلام المصري أستاذ أحمد جمعة باليوم السابع تفضل سؤال موجه لمن؟ الوزير سمح شكري شكرا نفند أحمد جمعة باليوم السابع سؤالي لمعالي الوزير سمح شكري في ضوء قرب الذكرى العاشرة للعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين القاهرة وبكين والتي ستكون العام المقبل عشرين أربعة وعشرين في وجهة نظر سيادتكم ما أهم ما تم استخلاصه من فوائد ونتائج لهذه الشراكة الاستراتيجية خلال الأعوام الماضية وما تتطلع إليه الدولة المصرية خلال المرحلة الجديدة شكرا جزيلا أكيد أن الارتقاء بالعلاقات للعلاقات الاستراتيجية الشاملة صب في مصلحة البلدين خلال العقد الماضي نحن نحتفل العام القادم الفين أربعة وعشرين بين عشر سنوات على الإقرار الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي الشامل وكان هذا التطور أثره بالتأكيد في زيادة التنصيق السياسي في مباين البلدين سواء كان اتصالاً بالعلاقات الثنائية ومجالات التعاون المختلفة سواء كانت في المجال الاقتصادي أو في المجالات الثقافية والاستفادة الكاملة مما لدى الصين من قدرات اقتصادية اقتثمارية ما طلعت به الشركات الصينية خلال السنوات الماضية في دعم جهود مصر التنموية في المساهمة في إقامة المشروعات التنموية الكبرى من ضمنها منطقة المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة وغير ذلك كثير من استثمارات ومساهمات في البنية الأساسية في جمهورية مصر العربية اتصالاً بالجهود التنموية وما تدر هذه المشروعات من فائدة عامة بالنسبة لمستقبل مصر الاقتصادي ايضاً أدت إلى تنصيق أعمى لتوحيد الرؤى زاء كثير من القضايا الإقليمية والدولية والعالم يموق بالاضطرابات تعديدة كان في إطار التنصيق فيما بين مصر والصين إسهام رئيسي في احتواء الأزامات في التعامل مع التحديات من ضمنها قضية الإرهاب والقضاء على الإرهاب ووضع الأطر الدولية التي تتعامل مع القضية بمنظور شامل كان أيضاً لموقف الصين الداعم للحفاظ على الدولة الوطنية وتحقيق الاستقرار للدول التي اهتزة خلال الأفض الماضي والأهمية استعادة الاستقرار بها وممارستها لدور مؤسسات الدولة لتلبية طموحات شعوبها بعيداً عن التأثيرات الخارجية التنصيق في إطار المنظومة العلاقات الدولية وأسس التي تحكم هذه العلاقات سواء كان الاعتداد المشترك والتأكيد على مبادئ نتاق الأمم المتحدة وضرورة التعامل مع القضايا خارج نتاقز دواجية المعايير وإنما التشبس بالقيم والمعايير الرصخة التي تحقق العدالة وتدير العلاقات بعيداً عن الصراع العسكري أو التدخل في الشؤون الداخلية نحن نضطلع الاستمرار الارتقاء بالعلاقة إلى مستويات أرحب والاستفادة الكاملة المشتركة لما تؤتي به هذه العلاقة من فوائد عديدة الصداقة والثقة المتبادلة في إطار التعامل هو الأساس الراصخ لعلاقات صحية وهذه الثقة متوفرة إلى درجة مطلقة لأننا نتشارك مع الصين وننظر إلى التجربة الصينية بكل تقدير واحترام واعجاب لما حققته الصين من طفرة ليس فقط اقتصادية ولكن مكانة دولية مرموخة تؤهل بأن تكون داعم لأصدقائها ومن ضمنها بالتأكيد مصر نتيح سؤال للجانب الصيني ممثل مجموعة الصيني الإعلام بفضل أهلا وسهلا مع الوزير أنا من مجموعة الإعلام على السؤال المواجهة لوزير خرجية تينغان ألا يشهد العالم إطرابات كما في شرق الأوسط وما هي رؤية الصينية تجاه أو دعا في شرق الأوسط وسياس الصينية تجاه شرق الأوسط شكرا شكرا في سنوات الأخيرة تقوم دول الشرق الأوسط وشعوبها بتقوية ذاتية وتعقيق النهضة والتنمية والدعوة إلا تبادل بين حضرات وحفاظ على عدل الإنصاف يعتبر قوة مهمة في تعدد أكتاب في العالم من جهة أخرى ما زال هناك عناصر كثيرة عدم استقرار متأكد وكثير من الدول تشهد إطرابات وما زالت هناك تدخل من الخارج سببا مهما لتخريب استقرار في المنطقة فندعو إلى الضرورة احترام سيادة البلاد آمنها ووحدة سلامها وتشجيع دول المنطقة لإيجاد حال السياسي يتفق مع وقائع الظروف المعنية عبر حوار وتشاور لقضايا الساخنة وندعو إلى تقديم مزيد من دعم إمائي ومساعدات لدول المنطقة لمساعدة دول المنطقة لمواجهة التعديات الناتجة من الأزمة الخزاء والطاقة ويجب حشد جهود المكافحة الإرهاب تفاديا لتفاشي قوة الإرهابية ومتطرف بإستخلال فاوضة ويجب جانب السيني دول الخارج منطقة إلى احترام سيادة دول الشرق الأوسط وعدم تدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وتطبيق تعدد الأطراف الحقيقية بدلا من الوجوء إلى تنمر أوحادية لجانب إثار الصراعات ويجب احترام تاريخ والثقافة والتقاليد للشرق الأوسط بدلا من صنع فوارق الحضارية بما يضخ طاقة إيجابية في تعزيز أمن والسقرار في الشرق الأوسط ثالثين تدعم جهود الشعوب الشرق الأوسط لإستكشاف طرق تموية بردادها المستقلة وتدعم مساعي دول الشرق الأوسط لحل قضايا الأمنية عبر تدامن ونعمل على التعاون مع دول الشرق الأوسط لبنى حزام طريق وتنفيذ مبادرة تموية العالمية وسعي وراء إلى تموية نهضة وبذل جهود لتطبيق مبادرة أمن العالمي وندعو إلى إقامة إطار أمن مشتركة وشامل والتعاون المستدام في الشرق الأوسط بما يسهم بحكم السنية وحلول السنية في إيجاد حال السياسي لقضايا الساخنة في منطقة ونعمل على تواصل الحضاري مع دول الشرق الأوسط للدفاع عن تنوع حضارات في العالم بشكل مشترك إن مصر دولة كبيرة ذات وصنة كبيرة ومهمة في الشرق الأوسط وهي تلعب دورة مهمة في حفظ السلام والأمن والتامية في الشرق الأوسط لدى الصين ومصر مواقف متطابقة وآراء متشابهة حول قضايا الشرق الأوسط ونحرص على تعزيز تواصل وتنسيق مع جنب مصري وعمل السوية على لعب دور بناء في التعزيز أمن وأمان دائمين في الشرق الأوسط شكرا شكرا جزيلا سيدة سارة الشرقاني الدستور سؤال موجه لمن سؤال معي وزير الخارجية سامح شكري الأعوام الماضية شهدت زخم متزايد في العلاقات ما بين مصر والصين وكذلك كان فيه العديد من الزيارات المتبادلة بين مسؤولي الجانبين فما هي أوجه التقارب في محددات السياسة الخارجية بين البلدين وكذلك أي اللي ممكن تقدمه أو ما الذي يمكن لكل من مصر والصين أن يسهم به في تخفيض حدد التواطر العالمية والتعامل مع التحديات الجديو السياسية والاقتصادية شكرا الآلاقات المصرية الصينية ومدى اسهمها في بلورة رؤية مشتركة تعزز من فرص الاستقرار والسلام وهو أمر سابت وتحرص البلدين على توزيف الأليات المتوفرة لديها والاتصالات العميقة التي تربط بين الخيادتين واللقاءات المتكررة لوضع رؤية وتوجيه مصار الإسلام المتبادل لتحقيق المصالح المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو فيما يتعلق بدوائر التي نعمل من خلالها سواء كان في إطار تحقيق السلم والاستقرار ودور السين في عدو دائم بمجلس الأمن مركز السين كدولة رائدة ذات قدرات سياسية واقتصادية كلها تؤهل بأن يكون دورها دور مؤثر في سياغة المنظومة الدولية العمل على أسس واحدة من تحقيق العدالة والمساواة وإدارة العلاقات الدولية على قواعد مستقرة متوافق عليها تعلي المبادئ التي أتى بها نفاق الأمم المتحدة وهي مواقف نتبادل فيها التأييد ونعمل بالتنسيق لاستقرار هذه المنظومة الدولية بعيداً عن الانتقائية وبعيداً عن ازدواجية المعايير احترام المتبادل عدم التدخل المصالح المشتركة العمل وفقاً لقواعد ومنظومة دولية تراعي العدالة وتراعي حاجة أيضاً مجموعة غالبية دول العالم النامية لتوفير الدعم وتوفير الاستقرار ودعم جهدها التنموية أمر حيوي دائماً كان لدور السين مؤثر في تعديد الجهود في هذا الشأن سوف نستمر في تواصلنا وتوافق رؤيتنا والعمل المشترك على المستوى الثنائي ومستوى المتعدد وبالتأكيد ما أثمرت عنه هذه العلاقة هو شيء نثمنه ونعتز به ولكن نرى أن هناك أفاق واسعة عديدة نستطيع أن نستفيد منها وهذا ما تم تأكيده خلال مبحثاتنا أيضاً مبحثاتنا تترقت إلى كافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كانت فرصة لاستعراض القضية الفلسطينية وتطوراتها الهدف والسين دائماً كانت في طليعة الدول التي تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحل الدولتين وإنهاء السراع تحقيق الاستقرار في المنطقة واستعادة الدولة الوطنية لقدراتها طلع معاني الوزير على آخر تطورات الخاصة بقضية سد النهضة وهوض مصر للتوصل للتفاق قانوني ملزم ونرى في كل هذه القضايا تفاهم من قبل الصين واستعداد للإسهام في حل القضايا العلاقة تكيد أن الأزمة الروسية الأوكرانية وأثرها سواء السياسية أو الإقليمية أو التي نتج عن الأوضاع الاقتصادية فيما يتعلق بالتدخم وزيادة الأسعار والتأثير على الأمن الغذائي وأمن الطاقة كلها كانت من الموضوعات الرئيسية التي تم تناولها ونجد أيضا بأنه لدى الصين ومن خلال التعاون مع الصين قدرة على تجاوز ليس فقط مصر ولكن أيضا المنطقة والعالم الدول النامية هذه الأثار من خلال التعاون على أرضية من العدالة والمرعاة للاحتياجات المواطن الرئيسية لدينا سؤال آخر للمعينة الوزير الصين فضل حداك مدير مكتب جريدة الشعب الصينية مدير الإقليمي أهل السهل مع الوزير سيدة خوان بيجاو من صحيفة الصينية الشعبية في آوين الأخيرة تتساعد الأوضاع لقضية فلسطينية وتثير قلقا من قبل المجتمع الدولي وكيف يرى جانم سيني ليندر جانم سيني لقضية فلسطينية وما هو دور سيني في هذه القضية شكرا إن قضية فلسطينية مسألة جوهرية لقضية شارك لأوسط وتتعلق بسلام استقرار في شارك لأوسط وتتعلق بعادل الإنصاف دوليين في آوين الأخيرة أكد رئيسي سي جنبين على أن ظلم التاريخي الذي يعاني منه شعب فلسطيني لا يجوز استمرار إلى أجل خير مسمى ولا يجوز مساومة على حقوق الوطني المشروع وإن تطلعات لقومة دول المستقلة أن لا تقبلوا رفضا ويجب على المجتمع الدولي تماسك بإماء حالي دولتين وتماسك بمبدأ أرض مقابل السلام وسعي الجهود الحميدة لمفاوضات لتوسيع مساعدات الإنسانية وإمائية إلى جنب فلسطيني لإيجاد حال عادل وعاجل للقضية الفلسطينية في آوين الأخيرة تتساعد عوضاء متوترة لجنبين ونشعر بقولك شديد إذا ذلك وندع أطراف المعانية إلى التزام بتوافقات الدولية وقرارات أمم المتحدة ذات السلة بتعلق بقضية فلسطينية وحفاظ على وضع التاريخ القائم لقدس الشريف وندع أطراف المعانية إلى تحلي بضبط النفسي والهدوء تفاديا لمزيد من التساعد للتوترات وخاصة لجنب إسرائيلي توقف عن تحريضات واستفزازات تفاديا لأي تحارك أحادي للجنب قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاء في أسبوع الماضي تجاوب الجنب الصيني مطالب المعقولة لجنب فلسطيني وأصدقاء العرب لدعب أم المتحدة ومجسم الدولي للعب دور مطلوب في قضية فلسطينية من خلال عقد الجلسة العاجلة وطارية حول هذه القضية إن سبب جذري لتفاقم الأوضاء الفلسطينية وإسرائيلية يرجع إلى تعثر مفاوضات السلام وعدم تنفيذها للدولتين ويجب على المجتمع الدولي زيادة شعور بإلحاح ووضع هذه القضية في مقدمة إيجادة الأعمال ودفع المفاوضات السلام بين الجنبين وتعامل مع قضية الوضع النهائي لقدس وإيجاد حال عادل وعادل وعاجز للقضية الفلسطينية على أساس حال الدولتين ويجب على الدول الكبرى ذات وزن تحامل مسؤولية مطلوبة نحن نشيد إيشادة عالية بدور المصري مهم في دعم قضية فلسطينية عادلة ونحرس على تعزيز تواصل وتنسيق مع جانب مصري لبدل جهود دعوبة من أجل إيجاد حال عادل وعاجز للقضية الفلسطينية شكرا اشتركوا في القناة